أخ لي بحب أسألك سؤال شوي حساس والسؤال هو بالواقع اقتباس من سفر إشعياء إصحاح 40 وآية 18 يقول الوحي يقول الكتاب المقدس بمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون فطبعا تفرد المسيح على كل شيء لكن تشبيه المسيح بمادة كثير من الناس بيعتقد أن هذا الشيء غلط فما هو ردك على الموضوع تشبيه المسيح بأنه الشمس أولا ده تشبيه مجازي نريد أن نذكر منه الشمس في جبروتها في قوتها في إمكانياتها لا يستطيع أحد أن يحد قوة الشمس أو يمنع انتشار خيوط الشمس ومن هنا نأخذ من الشمس صفة القوة والجبروت لكن هيهات لنا أن نشبه شخص المسيح العظيم بأي شيء مع ملاحظة حساسة لم يذكر الكتاب أن المسيح شمس لكن ذكر أنه شمس البر وهذا يفوق كل وصف ويسمو فوق كل تعبير